اشتركوا في القناة ابي الوليد الباجي وإن كنا في الحقيقة لا نستطيع أن نكمل الرسالة كلها لكن أقل ما يقال لو استطعنا أن نكمل القسم الأول فهذا إن شاء الله نافع وكافي بإذن الله نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين قال المؤلف ورحمه الله تعالى وإياكما والحسد فإنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه نعم تكلمنا عن الحسد الذي يليه وإياكما والفواحش فإن الله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق يكفي من سوء الحسد الحديث الذي جاء عند أحمد في المسند أن الإيمان لا يجتمع مع الحسد حديث صحيح أخرجه أحمد لا يجتمع في قلب العبد المؤمن الإيمان والحسد والمقصود الإيمان الكامل صاحب الإيمان الكامل لا يكون في قلبه حسد على الناس قال وإياكما والفواحش الفواحش المقصود بها القبائح والمساوئ والأشياء القبيحة وتطلق الفاحشة ويراد بها الزنة وتطلق الفاحشة ويراد بها اللواط فتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين هكذا كان لوط عليه السلام يقول لقومه وأيضا والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم هذا أيضا دليل على أنه يطلق على الزنة وهنا يريد المؤلف بقوله وإياكما والفواحش يعني كل الفواحش كلما كان قبيحا في ديننا سواء كان لواطا أو زنا أو كان ربا أو شرب خمر أو أخلاق سيئة كل هذه تسمى فواحش لأنها تفحش وتقبح عند المسلمين قال فإن الله تعالى حرم منها ما ظهر وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وهذا كله جاء في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل عليكم سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في آية واحدة جاءت هذه المنكرات والمحرمات من الأخف إلى الأعلى أو من الأدنى إلى الأعلى فواحش والإثم والبغي ومنقصود بالبغي الاستطالة والتعدي على الناس وكذلك أيضا الشرك وبعد الشرك التقول على الله تكذب على الله وتكذب على رسوله في فتواك أو في آية أو في حديث لأنه يقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فجعل العلماء التقول على الله أشد لماذا؟ لأنك عندما تتكلم في دين الله بجهل تفتي الناس بجواز الشرك لأنك جاهل وتفتيهم بجواز المحرمات فتقعوا في كل هذه المنكر وهي قبائح وفواحش لهذا جعل التقول على الله أشد هذه المنكر نعم وليس بسرعة وهمت إلى الناس وهمت إلى أعضاء وهمت إلى الله أسيط هم رباطة سنة وظهو محرمات وظهو المنكر قبائح وظهو الله قبائح وظهو الله قبائح وضبه وقوم بجواز المعلمات يعمل أن أعلم ومع على قائد ومع شفوة ومع ذلك أراضي ومع ذلك البقاء الذي أراضي تعليم أن أ adequائم وأن أعلم ولكم ان هناك وفي تعمى وفي إمان وقاط إلى أراضي والألم المصاربة والألم ومع ذلك هذا Wort ist ein allgemeines Wort und wird für verschiedene Sünden verwendet, welche in der Religion Allahs abscheulich sind. Wie zum Beispiel die Unzucht oder das Trinken von Alkohol oder die Zinsen und so weiter. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte im Koran sinngemäß, dass er die Abscheulichkeiten verbat und die Übertretung verbat und die Sündhaftigkeit verbat und die Beigesellung verbat und dass man über Allah das sagt, was man nicht weiß. Und in diesem Vers, sagen die Gelehrten, wurde das wenigere Schlimme zuerst genannt und dann kam die Steigerung. Und das Schlimmste davon, und das Letzte, was Allah erwähnt hat, ist, dass man über Allah und den Propheten sallallahu alaihi wa sallam ohne Wissen spricht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer absichtlich über mich lügt, der hat seinen Platz in der Hölle schon vorbereitet. Deshalb sagten die Gelehrten, dass das Reden über Allah, das Lügen über Allah und das Reden über Allah ohne Wissen und über den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam das Schlimmste ist. Denn dadurch erlaubt man das Verbotene, wie zum Beispiel die Beigesellung. Oder man verbietet das Erlaubte und so weiter und verändert die Religion Allahs. Und das Schlimmste. Und das Schlimmste. Ja. يغتب بعضكم بعضا والمراد أن تذكر أخاك بما يكره وأما إذا ذكرته بما ليس فيه فهذا بفتان واشتراء وهو أشد من الغيبة هذه الغيبة محرمة لا تذكر الناس إلا بخير لا تذكر الناس إلا بخير ولكن ليست الغيبة محرمة أيضا على إطلاقها هناك استثناءات الكلام في أهل البدع وأهل الضلال هذا ليس من الغيبة هذا من بيان ضلال هؤلاء وانحراف هؤلاء ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر كما في صحيح مسلم ذكر رجلا باسمه وهو ابن جميل قال وما منع ابن جميل أن يمنع الزكاة إلا أن كان غنيا إلا أن كان فقيرا فأغناه الله طيب هذه غيبة لكن لأنه يحتاج إلى ذكره والتحذير من صنيعه ذكره باسمه ولما جاءت فاطمة بن تقيس تسأله قالت له يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم قال لها أما معاوية فصعلوك ومعاوية غير موجود لكن لأن هنا سؤال فيه فتوى أرشدني يا رسول الله فنصحها وبيّن لها حال معاوية فصعلوك يعني فقير ما عنده مال تريدين تتزوجي ما عنده مال وأما أبو الجهم فلا يضع العصى عن عاتقه يعني يضرب النساء فإذا أحمبت ذلك ثم أرشدها قال إنكحي أسامة بن زين والعلماء فصلوا أيضا وبيّنوا أن هناك ستة مواضع يجوز للمسلم أن يذكر أخاه وهي كلها أمور تحتاج إلى تفصيل قول القائل والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري يعني هذه ستة المواضع يجوز لك أن تغتاب وليست هي من الغيبة المحرمة نبدأ بالأول القدح يعني الغيبة والقدح ليس بغيبة في ستة في ستة مواضع متظلم الذي يتظلم مثلا عند القاضي يقول له فلان ظلمني أخذ مالي فعل كذا هذه غيبة لكنها تجوز لأنك ظلمت فتذكر من ظلمك عند من يستطيع أن يأخذ حقك كالقاضي وغيره أو ولي الأمر ومحذر الذي يحذر الناس من أهل البدع وأهل الضلال ويحذر أيضا الناس من أهل الفسوق والكبائر أو من المجرمين لا بأس وقد ذكرنا بعض الأدلة وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الخوارج وسماهم مارقين كذلك أيضا متظلم ومحذر والتعريف أحيانا قد نحتاج أن نعرف بشخص فنذكر فيه أمرا قد لا يحبه مثلا يسألك أين سالم فتقول سالم من سالم الطويل أو سالم الأعور أو سالم الأعمى أو سالم القصير وأنت فقط تريد أن تعرف به لا تريد أن تغتابه أو تسيء إلي لا بس يجوز للتعريف وكذلك أيضا ذكر العلماء في من يسألك عن شخص لأنه سيصاهره أو سيتاجر معه كما فعلت فاطمة من تقيس سألت لأن هذا خطبها وهذا خطبها فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام ونصحها قد يأتيك إنسان ويقول لك فلان تقدم لابنتي ماذا تعرف عنهم وأنت تعرف عنه السوء فتنصحه تقول لا أنصحك أن تزوج هذا الرجل هذا كذا وكذا وكذا هذا ليس من الغيبة هذا من النصح ولمظهر فسقا المجاهرين بالمعاصي والذنوب الذين لا يخجلون لا من الله ولا من خلقه هؤلاء أيضا يجوز غيبتهم يجوز غيبتهم لأنهم جاهروا بالمعاصي وجاهروا بالفسق وكذلك ما يتعلق بإزالة المنكر يجوز لك أن تستعين بأخيك على إزالة منكر فتذكر له تقول وجدت فلان على كذا كذا من المعاصي فلان يفعل كذا كذا فأحتاجك أن تساعدني في أن نغير هذا المنكر أو ننصحه فتذكره وهي غيبة لكنها جائزة ما دام الغرض هو إزالة المنكر وكذلك في الفتوى تأتي تسأل العالم تقول له زوجتي فعلت كذا وكذا فتذكر زوجتك وتغتابها أو ابنتي ولهذا لما جاءت هند بنت عتبة كما في الصحيحين قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وهذه غيبة شحيح يعني فقيرا ولا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي تستفتي سؤال ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كيف تذكري بهذا أجابها قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يعني يجوز لك أن تأخذي من ماله من غير أن يعرف لكن بالمعروف خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف إذن هذه المواضع السيطة هي التي فيها جواز الغيبة وأعظم هذه المواضع ما يتعلق بالدب عن الدين والدب عن حياض الشريعة الكلام في أهل الضلال وأهل البدع وعلى هذا السلف والمشايخ والعلماء نعم جاء عندما قال 2 كنت الكوني تشعور من أهل الضلال وقمه يدع حيات الضلال سيكفي سيارة تحليز الأعظمة أهل البدع سيارات سünden, die im Koran und in der Sunna verboten wurden. الله سبحانه وتعالى sagt es sinngemäß und lästert nicht übereinander. Und das Lästern, die üble Nachrede, bedeutet, dass man seinen Bruder erwähnt in einer Sache, die er hasst. Und wenn es wirklich stimmen sollte, das, was du über deinen Bruder sagst, so ist es was, die üble Nachrede. Und wenn es nicht stimmen sollte, dann ist es Verleumdung. Es ist nicht erlaubt, die Leute zu erwähnen, außer im Guten. Doch es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, wo es erlaubt ist, die Leute im Schlechten zu erwähnen. Wie zum Beispiel das Warnen vor den Leuten der Erneuerung und vor den Leuten des Übels. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnte Leute bei Namen. Und er warnte vor ihnen oder erwähnte ihre schlechten Eigenschaften und es war kein Lästern. Es war keine üble Nachrede. Beispielsweise erwähnte er Ibn Jamil und sagte, dass ihn nichts daran hindert, die Zakah zu geben, außer, dass er früher was, arm war. und einmal kam eine Sahabie Fatima bin Tukais radiallahu anha und sagte dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass Muawiyah und Abu Jahem sie um ihre Hand angehalten haben. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was Muawiyah anbelangt, so ist er arm, er hat kein Geld und riet ihr ab, ihn zu heiraten. Und was Abu Jahem anbelangt, so schlägt er die Frauen, worauf der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihr riet, Osama ibn Zayd radiallahu anhu zu heiraten. Das heißt, er erwähnte bei Namen diese Leute und erwähnte ihre schlechten Eigenschaften und es war keine üble Nachrede. Und in Wirklichkeit erwähnten die Gelehrten, dass es sechs Situationen gibt, in denen es keine üble Nachrede ist, wenn man schlecht über die Leute spricht. Und das sind folgende. Jemand, dem Unrecht angetan wurde, so geht er zum Herrscher oder zum Richter und sagt beispielsweise, der so und so hat mir das und das angetan. Er möchte sein Recht zurückverlangen, so erwähnt er diese Sünde und dieses Unrecht, welches ihm angetan wurde und das ist keine üble Nachrede. Oder beispielsweise, wenn man vor den Leuten der Erneuerung warnt und vor den Leuten des Frevels und der Sünde und den Verbrechern, dass man die Leute vor ihnen warnt, wie zum Beispiel, dass der Prophet von den Khawarij gewarnt hat, das ist ebenfalls keine üble Nachrede. Ebenfalls von den Situationen ist, wenn man jemanden beschreiben möchte, beispielsweise, wo ist Salem? Wer ist Salem? Ja, der Kurze. Es kann sein, dass er das vielleicht nicht mag, diese Beschreibung, aber du beschreibst ihn, du möchtest ihn nicht schlecht über ihn reden, sondern du beschreibst ihn einfach mit etwas, was bekannt ist von ihm. Oder beispielsweise, wenn jemand mit jemandem Handel treiben möchte und er kennt ihn nicht, so kommt er zu dir und sagt, der so und so möchte mit mir Handel treiben. Was weißt du über ihn? Oder jemand kommt und sagt, jemand hat um die Hand meine Tochter angehalten, was weißt du über ihn? Wenn du weißt, dass diese Person nicht geeignet ist dafür oder schlechte Eigenschaften hat, dann erwähnst du diese Sachen dieser Person und warnst ihn und es ist keine üble Nachrede und gibst ihm Ratschlag und ebenfalls die Leute, die öffentlich die Freveltaten und Sünden begehen und sich nicht vor Allah und den Menschen schämen, genauso bei diesen kann man über diese Leute und über diese Sünden, die sie öffentlich begehen, reden, ohne dass es üble Nachrede oder Lästern ist, weil sie sie eben im Öffentlichen begehen. Auch von den Situationen ist, wenn man das Übel verbieten möchte und das Übel beseitigen möchte, gehst du zu jemandem und sagst, der so und so macht das und das komm mit mir mit, dass wir ihm Nasih ergeben beispielsweise, dann ist diese Erwähnung, was er an Übel und Sünde tut, keine üble Nachrede, es ist kein Lästern, sondern es ist erlaubt. Oder beispielsweise bei der Fatwa, eine Frau oder du kommst, ein Mann kommt zu Mufti und sagt, meine Frau macht so und so oder oder sie sagt, mein Mann macht zu Hause das und das und sie möchte eine Fatwa, wie sie sich verhalten soll oder wie sie ihm Ratschlag geben soll, so ist das ebenfalls, keine üble Nachrede und kein Lästern. Und ein Beispiel diesbezüglich ist, dass Hind bin Turutba beim Propheten über ihren Ehemann sich beklagte und sagte, dass er geizig ist und ihr nichts vom Vermögen gibt. Der Prophet sagte ihr nicht, rede nicht über deinen Mann, das ist lästern, das ist üble Nachrede, sondern er antwortete ihr und sagte, nimm von seinem Geld das, was dir und deinem Kind genügt, ohne dass er es weiß, sie darf es nehmen, das, was dir und deinem Kind genügt, im Guten, das sind diese Situationen, in denen das lästern und die üble Nachrede erlaubt ist und die gewaltigste von diesen Situationen ist, wenn man die Religion verteidigt und vor dem Übel und den Erneuerern warnt, damit die Muslime davor vor ihnen sicher sind und Das war der Weg der selff und der gelitten der Sönne bis heute Wahnsinn khác Und krib هذه صفة من صفات الجبابرة إبليس تكبر وفرعون أيضا تكبر وقال أنا ربكم الأعلى والنمرود أيضا تكبر وزعم أنه يستطيع أن يأتي بالشمس من هنا والشمس من هنا فهؤلاء المتكبرون مأواهم إلى جهنم وبئس المصير لأن النار إذا تكلمت كما في الصحيحين تقول فيه الجبارون المتكبرون والجنة تتكلم أيضا وتقول فيه ضعفة الناس ومساكينهم لأن أهل الجنة هي لكل ضعيف متضاعف هكذا صفات أهل الجنة الضعاف الذين لا كبر عندهم ولا فخر ولا تجبر أما هؤلاء جمعوا صفات قبيحة خبيثة والدليل أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه درة كبر أو درة من كبر درة كيف لو كان في قلبه كالجبال من الكبر ولهذا الله قضى بين الجنة والنار قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء والنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء وعلي ملؤك ما يملأ الجنة ويملأ النار ومن صفات المتكبرين أيضا وهي كثيرة في الحقيقة وقد عرف النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس أو غمص الناس يعني احتقار وازدراء للناس يتكبر على الناس يراهم كالذر ولهذا لا يدخل الجنة من كان هذا حاله ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم وذكر من هؤلاء الثلاثة العائل المستكبر عائل يعني فقير لا يوجد داعي من دواعي الكبر ومع ذلك متكبر ومنهم أيضا الشيخ الزاني شيخ كبير في السن ويزني مع أن دواعي الزناء المفروض أنها تكون غير موجودة والثالث هو الملك الكذاب ملك ويكذب الملك لا يحتاج إلى أنه يكذب لأنه ملك فالدواعي غير موجودة لهذا كان هذا وعيدهم أربع عقوبات لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لهذا قال الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون بغير الحق لا يوفقون وفي الغالب أعداء الرسل والذين صدوا عن سبيل الله هم أهل الكبر والله في القرآن يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم عتل هذه من صفات المتكبرين فض غليض ولهذا النار فيها العتل الجواب المتكبر جواب يعني شديد فيه من الغلظة والفضاضة والعتل هو شديد الخصومة ومنهما قال الرجل الكبير السمين الذي يفتخر ويمشي متكبرا في مشيته هذه صفات أهل النار لا يمشي هونا إنما يمشي بتكبر وغطرسة ولهذا كفار قريش عندما أمرهم الله بالسجود وإذا قيل لهم اسجدوا يعني كما في قوله تعالى قالوا أنسجد للرحمن قالوها كبرا قالوا أنسجد للرحمن يعني من هذا الرحمن الذي نسجد له وزادهم نفورا زادهم بعدم بسبب كبرهم نعم Danach sagte der Autor wehe euch vor dem Hochmut denn derjenige der ihn besitzt wird von Allah gehasst und er ist zornig mit ihm Der Cheikh Hafidahullah sagte der Hochmut ist eine Eigenschaft der Tyrannen wie Iblis und Nemrut und Fir'aun und diese Leute die den Hochmut als Eigenschaft haben deren Ausgang wird die Hölle sein und in einem Hadith wird überliefert dass die Hölle und das Feuer sagen wird in mir sind die Tyrannen und die Hochmütigen und das Paradies sagt in mir sind die Schwachen denn die die weder hochmütig sind noch stolz und überheblich auf der Erde umhergehen und ebenfalls sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das Paradies wird nicht von jemandem betreten in dessen in dessen Herzen auch nur ein Stäubchen von Hochmut ist und ebenfalls wurde überliefert dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Paradies sagt du bist meine Barmherzigkeit in dir oder durch dich erbarme ich dir wem ich will und zum Feuer sagte du bist meine Strafe in dir bestrafe ich wen ich will was bedeutet Hochmut der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erklärte den Hochmut und sagte der Hochmut ist dass du die Wahrheit ablehnst und die Menschen missachtest und ebenfalls sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam drei wird Allah nichts mit ihnen sprechen sie nicht läutern und nicht anschauen und sie werden eine schmerzhafte Strafe haben er erwähnte sallallahu alaihi wa sallam den armen Hochmütigen und den unzucht treibenden Greis und den lügenden König all diese drei die erwähnt wurden haben keinen Grund für das was sie tun der Arme hat keinen Grund hochmütig zu sein er ist arm und bedürftig doch er ist hochmütig dazu der Greis ist alt und hat keine kein Verlangen mehr trotzdem begeht er die Unzucht und der König ist der König er hat es gibt keinen Grund für ihn zu lügen alle Leute sind unter ihm doch er lügt trotzdem deshalb bekommen diese Leute diese Drohung angedroht und ebenfalls sagte Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß ich werde meine Zeichen von denen abwenden die sich hochmütig verhalten und Allah subhanahu wa ta'ala verbat seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam den Hochmütigen zu folgen den Hochmütigen Groben und Hartherzigen denn das sind die Eigenschaften von den Eigenschaften der Höllenbewohner und als Allah subhanahu wa ta'ala den Quraysh befahl sich niederzuwerfen sagten sie vor al-Rahman vor dem al-Abarme sollen wir uns niederwerfen sie sagten es aus Hochmut aus Hochmut und Überheblichkeit قال وَإِيَّاكُمَا وَالْبُخْلِ فَإِنَّهُ لَا دَاءَ أَدْوَأُ مِنْهُ لَا تَسْلَمُ عَلَيْهِ دِيَانَةٌ وَلَا تَتِمُ مَعَهُ سِيَادَةٌ اقرأ وقال وَإِيَّاكُمَا وَمَوَاقِفَ الْخِزِي وَكُلُّ مَا كَوِهْتُمَا أَنْ يَظْهَوَ وَمَا عَلِمْتُمَا أَنَّنَّاسِ يَعِيبُونَهُ فِي الْمَلَأَ فَلَا تَأْتِيَاهُ فِي الْخَلَاءُ فَإِنْ بَلَغَ أَحَدُكُمَا أَنْ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ أُمَّةً بِحُكْمٍ أو فَتْوَى فَلِيمْتَثِرِ الْعَدْلَ جُهْدَه وَيَجْتَنِبُ الجُورَ وَغَدْرَه فإن الجائر مضاد لله في حكمه كاذب عليه في خبره مغير بشريعته مخالف له في خلقته قال الله تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وقد روي أن الخلق كلهم عيال لله وأن أحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله وروي ممرء استرعي رعية فلم يحطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة وإياكما وشهادة الزور يكفي ثم انتقل إلى البخل وحذر من البخل ولا شك أن البخل داء ومرض والله عز وجل توعد الذين يبخلون ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فالبخل لا سيم في الواجبات والفرائض كالزكوات وغيرها هذا داء عظيم يقعك في الكبائر وقد قال عليه الصلاة والسلام أنه أدوى الداء وكان يتعوذ من البخل عليه الصلاة والسلام وأمرنا أيضا أن نتق الشح وهو البخل وقالوا هو أشد من البخل والجد بن قيس لما قال لهم من أميركم قالوا الجد بن قيس إلا أننا نبخله يعني متصف بالبخل فقال وأي داء أدوى من البخل يعني أشد الأمراض يمنعك من الصدقة يمنعك من النفقة يمنعك من أن تؤدي الحقوق خاصة الواجبة فكيف بالحقوق المستحبة وحذر أيضا المؤلف من أن تقف مواقف الخزي والمقصود لا تقف مواقف تعتذر منها أنت لا تحب أن يسيء الناس إليك تحب أن يعاملوك معاملة طيبة وحسنة ويبتسمون في وجهك ويحسنون إليك كما تحب أن يعاملك الناس بهذه المعاملة أيضا أن تعامل الناس بهذه المعاملة لكن تحب من الناس وتفعل خلاف ذلك لا ينبغي ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام وإياك مما يعتذر منه وإياك مما يعتذر منه بل في صحيح مسلم من أحب أن تأتيه منيته ويزحزه عن النار أو من أحب أن يزحزه عن النار فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي الناس كما يحب أن يؤتاء يعني عامل الناس كما تحب أن يعاملوك لا تقف موقفا تعتذر وتندم أنك وقفت هذه المواقف ثم حذر من الجور الجور معناه عدم العدم في عملك في وظيفتك أنت مدير أنت رئيس أنت نائب اتق الله لا تظلم أحدا من الناس ولدك ولدك الذي في بيتك لا يجوز لك أن تظلمه وتجور حتى في الهدايا لا يجوز أن تهدي لبعض الأولاد ولا تهدي لبعض هذا جور هذا يسمى جور لهذا النعمان بن بشير في الصحيحين جاء أبوه وأراد أن يهدي له أرضا فقالت أمه وهي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة قالت لا أرضى حتى تستشهد النبي عليه الصلاة والسلام فذهب بشير بن سعد أبو النعمان إلى رسول الله وقال يا رسول الله إني قد وهبت لولدي أرضا فأحببت أن أشهدك على ذلك قال أكل ولدك وهبت قال لا قال لا أشهد على جور وفي رواية أشهد على ذلك غيري وفي رواية أتحب أن يكون لك في البر سواء يعني أنت الآن تريد منهم أن يكونوا كلهم سواء في البر يحسنون إليك ويطيعوك لأنت أبوهم كيف تريد منهم البر وأنت تعطي هذا وتحرم هذا والكلام عن الهدايا والعطايا وليس النفقة النفقة بحسب الولد قد يكون صغير قد يكون كبير فيحتاج إلى نفقة كثيرة أما الهدايا والعطايا تكتب البيت بإسمه أو تكتب الأرض بإسمه فتحرم باقي الإخوة أو باقي الأبناء هذا حرام لا يجوز إذا كان هذا جور وقال أشهد على ذلك غيري فكيف الذي يسترعيها الله على أمة من الناس سيسأله الله عن كل هؤلاء يوم القيامة وذكر الآية في ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأهل السنة والجماعة والمسلمون يحكمون الله في كل شيء في كل شيء نحكم الله عز وجل في الكتاب والسنة ليس كالخوارج يركزون على الحكام ويكفرونهم بهذه الآيات حتى الخوارج أنفسهم ما حكموا الكتاب والسنة في أنفسهم والمؤلف غفر الله له ذكر حديثا ضعيفا وهو ضعيف جدا إن الخلق كلهم عيال الله يعني المقصود بعيال الله أي أن الله خلقهم ورباهم فهو الرب سبحانه لكن هذا الحديث لا يستدل به ولا تقوم به حجة لأنه حديث ضعيف جدا كيف عرفنا أنه ضعيف جدا لما نظرنا في إسناده وجدناه من طريق يوسف بن عطية ويوسف بن عطية متروك أما الحديث الذي يليه هو حديث صحيح في الصحيحين ما من مسلم أي مسلم ما من امرئ مسلم يسترعيها الله عز وجل رعية كنت في عملك كنت في رئيس دولة كنت في بيتك أولادك رعية زوجتك رعية فلم يحطها بنصيحة ما نصحهم ولا أمرهم بالخير ولا قال لأولاده قم قم للصلاة يا ولد قد يقول له قم للعمل قم للمال أما الصلاة لا يأمر خليه ينام خليه يرتاح ما كان ناصحا ولا أحاطه بنصيحة قال إلا حرم الله تعالى عليه الجنة وعيد شديد لأن المسؤولية كبيرة وكل مسلم استرعاه الله عز وجل يدخل في هذا الحديث نعم لأن المسؤولية قم للقم 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 قم للقم 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 القومي وقم للأسير Mick اشتركوا في القناة 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 وَلَجَوْيَ النَوْرِ صَلَفَالِ اُحْبَيْ رَيْهُ سَلَمْ جَعَبَى وَرَيْهُ سَلْمُ مُسْتَهِ Ouri سLem وأن لديه أسانى يمكن بسببه داخل الإرمناء رحمه الله وييراني أنى تسرى أنه ليس بأس Sterneية ياريوانة وييراني ياريوانة وييراني ويمكنه يرى أنى تسرى أنى تسرى أو يسرى يطفل من المنحن يسرى لتعطيك يهسر أن تتحضي مجتمع عليك أن تحضي الأخري أن تحضي وتحالي أن تحضي تحضي وما يحضي أن تحضي أن تحضي أن تحضي أن تحضي وأنا قال المصال التحضي لفعذا من الذي يحضي أنت من يملك الله يقرّف ويبقى الله أعيكم يجب أن يتحقق الناس يجب أن يتحقق الناس أيضا قرر شرع كانت عن رؤية التي تقللها صحيح أن لا تقلل لكي تقلل大的 حيوانات سيئ أراجد أو أي شيئ أحدت أي شيئ أرادت وذلك كم التعبات يتجب قليلا من أي 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 المخصص Sogar der Vater zu Hause muss gerecht sein, auch wenn es um die Geschenke geht, die er seinen Kindern gibt. Er muss und alle müssen gerecht sein. Einmal schenkte einer der Sahaba, رضي الله عنه, seinem Kind ein Grundstück. So sagte seine Frau, dass er den Propheten, صلى الله عليه وسلم, als Zeuge nehmen soll für diese Tat. So ging er zum Propheten, صلى الله عليه وسلم, und erzählte ihm davon. So fragte ihn der Prophet, صلى الله عليه وسلم, hast du jedem deiner Kinder das gegeben? Werden ihr das gleiche gegeben? Er sagte, nein. So sagte der Prophet, صلى الله عليه وسلم, ich bezeuge keine Ungerechtigkeit. Und in einer Überlieferung, nimm jemand anderen als mich zum Zeuge. Und in einer Überlieferung, sagte der Prophet, صلى الله عليه وسلم, willst du, dass sie in der Güte alle gleich zu dir sind? Denn wie kann es sein, dass du jemandem etwas, einer deiner Kinder etwas schenkst und den anderen nicht, aber du möchtest, dass alle gleichgütig zu dir sind? Und ebenfalls erwähnte Allah subhanahu wa ta'ala den Vers. Und wer nicht mit dem richtet, was Allah hinabgesandt hat, so sind dies was? Die Frevler, die Leute der Sunnah, sie nehmen Allah zum Richter in jeder Angelegenheit. In jeder Angelegenheit lassen sie die Gerechtigkeit walten, nicht so wie die Khawaritsch, die nur über die Herrscher reden oder die große Herrschaft. Danach erwähnte er ein Hadith, und zwar, dass die gesamte Schöpfung die Familie Allahs sind und dass die liebsten Geschöpfe bei Allah diejenigen sind, die am besten für ihre Familie sorgen. Der Scheich sagte, dieser Hadith ist sehr schwach. Dieser Hadith ist sehr schwach. Möge Allah dem Autor vergeben, dass er diesen Hadith erwähnt hat. Warum ist er schwach? Wenn man in die Überlieferungskette schaut, dann sieht man, dass darin ein Überlieferer ist, der Yusuf ibn Atiyah genannt wird. Und dieser ist sehr schwach. Was den zweiten Hadith anbelangt, der erwähnt wurde, und zwar, es gibt keine Person, der Allah untertanen zur Behütung gibt, worauf er ihnen keinen Ratschlag erteilt, außer dass Allah erhaben ist, er ihm das Paradies verwehrt. Dieser Hadith ist authentisch. Dieser Hadith ist authentisch. Und er ist allgemein. Es heißt, es gibt keine Person, keine Muslim, der Allah untertanen zur Behütung gibt. Und das umfasst jeden. Das umfasst, wie erwähnt, den Herrscher, den Direktor, den Vater zu Hause. Es umfasst jeden. Wenn er was, ihnen keinen Ratschlag erteilt. Beispielsweise, wenn der Vater seine Kinder nicht für das Gebet weckt, so hat er ihnen keinen Ratschlag erteilt. Und er war ungerecht zu ihnen. Was ist die Belohnung, die Bestrafung? Allah verwehrt ihm das Paradies. Ja. 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 إنها تقطع ظهر صاحبها وتفسد الدين متقلدها وتخلد قبح ذكره وأول من يمقده وينم عليه المشهود له شهادة الزور كبيرة من كبائر الذنوب الله في القرآن يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ابن مسعود لما كان يقرأ هذه الآية كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح يقول عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وذكر الشرك وعقوق الوالدين ثم بقي يكرر شهادة الزور ألا وشهادة الزور حتى قال أبو بكره وهو نفيع بن الحار ثراوي الحديث رضي الله عنه قلنا ليته سكت لأنهم أشفقوا على رسول الله وأرادوه منه أن يرتاح ولا يتعب نفسه وهو يقول شهادة الزور لماذا كرر شهادة الزور مع أن الشرك والعقوق أشد قالوا لأنه شيء يسير للأسف حتى الآن عند محاكم المسلمين إذا أردت عند أبواب المحاكم تجد من يشهد لك شهادة الزور اعطيه شيء من الدراهم ويشهد لك بأي شيء تريده وهي كبيرة من كبائر الذنوب لكن الناس يستهينون بهذه الأمور وكذلك أيضا المتشبع بما لم يعطى يشهد شهادة زور على نسه في الصحيحين لما جاءت امرأة وقالت يا رسول الله أيجوز لي أن أقول أن زوجي إن زوجي أعطاني وهو لم يعطني يعني تفتخر عند النساء زوجي أتى بكذا وهو ما فعل فقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور لأن حقيقة الزور إظهار الشيء على غير حقيقته لهذا ذكر أنها تقطع ظهر صاحبها وتفسد عليه دينه نعم نعم ثم قال الرسالة الله سبحانه وتعالى قال er sinngemäß und haltet euch von dem Schmutz der Götzen fern und haltet euch vor der Falschaussage fern. Hier erwähnte Allah subhanahu wa ta'ala die Falschaussage mit der Beigesellung zusammen. Mit der Beigesellung zusammen. Und ebenfalls erwähnte einst der Prophet sallallahu alayhi wa sallam die Größen der großen Sünden. كما ألانا بالفعل وقد أخذ أن أكثر إذن أكثر وقال ذلك صحابا سوى أنهم أشخاء عملهم لأنهم أشخاص وانهم أشخاص وانهم لا تشغل السباة والديه وزومت وهو الكسف السباة سمت شرق دائما والديه لماذا إ certainty إبادئة لتأكلم لم أعدام هذا لأنه و أوه هكذا على أيضاً، وعريباً عن تدرسين المسلمين، تعتم سياً بس Elizabethات وتسياً وقت الوجود، تستفع الجود، هذا يشعر من غيباً فالسحات مكوعة والعليم من المخينة، ويعلال من المستقبل، وقم وقال لذلك، سيُقيداً، أجزاء تسعيني لكم أيضاً مجدام، أنه صاحبي، ويعط أجزاء شخص، وحالك صاحبًاً مقاوعة. Eine Frau kam zum Propheten und fragte ihn Ob es erlaubt ist Vor den Frauen zu sagen Dass ihr Mann ihr etwas gegeben hat Was er ihr aber in Wirklichkeit nicht gegeben hat So sagte der Prophet Derjenige Der etwas vorgibt Was ihm nicht gegeben wurde Ist wie jemand Der zwei Kleider Der Falschaussage anzieht قال رحمه الله تعالى وإياكما والرشوة فإنها تعمي عين البصير وتحط قدر الرفيع الرشوة أيضا من الكبائر لأن فيها لعب وما معنى الرشوة الرشوة أن تعطي مالا لتحق باطلا أو من أجل أن تبطل حقا سأتي إلى الموظف تعطيه مال وتقول له افعل هكذا بالمعاملة قدمني أخرني اعطيني فيفعل شيئا مخالفا من أجل أن يقدمك على غيرك أو يعطيك حق غيرك هذا كبير من كبائر الذنوب وحرام لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك أما إذا كان تعطي هدية للعامل مجرد هدية كذلك لا يجوز لأن هدايا العمال غلول وسحت كما جاء في سنن أبي داود بعضهم يعطي للموظفين أو المدراء هدايا هذا مجرد الهدية حرام وسحت وقد قال عليه الصلاة والسلام أي معامل استعملناه ورزقناه رزقا يعني راتبا ثم أخذ بعد ذلك شيئا فهو سحت يأكله وقال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول وقليل قليل من يقول كلمة الحق ويشهد شهادة الحق ولو على نفسه ولو على أبيه ولو على الأقربين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما يعني هذا الذي تشهد له بالزور أو بالباطل أو هذا الذي تداهنه سواء كان غنيا سواء كان فقيرا سواء كان أباك أو أمك لا يجوز وإن تلو أو تعرضوا يعني تنحرف عن العدل وتتركوه لكن للأسف قليل من يقوم بهذا الحق كل هذه الأمور التي ذكرها المؤلف كلها كبائر وأشياء باطلة ومحرمة فمن هذا الذي يقول كلمة الحق ولو على أبيه قليل يقول ما أستطيع هذا أبي كيف أشهد على أبيه أبوك على خطأ يجب أن تقول كلمة الحق ولو كان أبيه نعم صلى الله عليه وسلم necessarily وسيد السيد السيد 건 السيد السيد كبير السلام عليكم welches dem Verantwortlichen gezahlt wird. Und das ist was? Das ist verboten, verflucht. Und was die Geschenke anbelangt, einige sagen, ich gebe ja nur ein Geschenk. So ist es ebenfalls nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt, den Angestellten für ihre Arbeit Geschenke zu geben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erlaubte dies nicht. Doch wenige sind es, die zur Gerechtigkeit stehen. ويوالدو خواطر والسوء في النفس وهذا ثابت عنه رضي الله عنه كان يقول الغناء ينبت النفاق في القلب كما جاء عنه عند أبي داود وجاء مرفوعا لكن الصحيح أنه موقوف والله يقول في القرآن ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم هذه نزلت في الغناء كما قال ابن عباس وقال ابن مسعود وفي كتاب الله أيضا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد هذه في الغناء فسرها أئمة التابعون أنها في الغناء صوت الشيطان هو الغناء ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوتان ملعونان صوت في رنة وصوت في مصيبة عند البزار بسند صحيح وهو في الصحيحة يعني صوت للغناء وصوت للنياحة عند المصيبة هذان الصوتان ملعونان من الشيطان وأيضا في قوله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون ما معنى أنتم وأنتم سامدون السمود هو الغناء اللهو ولهذا كان معروفا هذا في لغة أهل حمير السمود يعني الغناء فالله يذم الغناء في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وهذه من علامات الساعة ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والخمرى والحريرى والمعازف كما في صحيح البخاري والحرير والحرى والخمر والمعازف وهذا الذي هو حاصل اليوم الناس تستحل المعازف يستحلون يعني هو حرام جعلوه حلالا ابن عباس أو ابن عمر جاء عنه بسند صحيح في السنن أبي داود أنه كان يمشي فسمع مزمارا وكان معه مولاه نافع فماذا صنع وضع يديه أو أصبعيه في أذنيه ومشى وهو هكذا فكان يقول لنافع أذهب الصوت فيقول ما زال فبقي على هذا الحال حتى قال ذهب الصوت لا يسمع قال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صنع فصنعتوا كما صنع عليه الصلاة والسلام نعم Danach sagte der Autor wehe euch den Liedern denn der Gesang lässt die Versuchung im Herz wachsen und verursacht üble Gedanken in der Seele Es wurde überliefert und zwar authentisch dass Abdullah ibn Mas'ud gesagt hat dass der Gesang die Heuchelei im Herzen wachsen lässt und es ist authentisch und ebenfalls wurde es vom Propheten sallallahu alayhi wa sallam überliefert doch es ist schwach die korrekte Meinung es ist von der Aussage von Ibn Mas'ud radiyallahu anhu und Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß im Koran und von den Leuten gibt es welche die das unnütze die unnütze Rede mit der unnützen Rede die unnütze Rede kaufen um vom Wege Allahs wegzuleiten und die die Tafsirgelehrten der Sahaba und der Tabi'in sagten damit ist das ist der Gesang gemeint und ebenfalls wurde die Stimme von Schaitan im Koran erwähnt und sie sagten ebenfalls damit ist der Gesang gemeint und die Musik und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte es gibt zwei verfluchte Stimmen die Stimme beim Reichtum und die Stimme bei der Katastrophe und gemeint ist der Gesang beim Vergnügen und das Wehklagen bei der Katastrophe beides ist was verflucht und deshalb sieht man dass der Gesang von Allah im Koran getadelt wurde und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam so darüber sprach und er sagte sallallahu alayhi wa sallam es wird eine Zeit kommen in der die Leute die Instrumente den Alkohol und die Seide und die Unzucht erlauben werden und genau das ist was heute geschieht sie erlauben diese verbotenen Dinge und Ibn Umar radiallahu anhuma es wurde von ihm überliefert dass er einst mit seinem Sklaven unterwegs war worauf er den Ton eines Instrumentes hörte und seine Finger in die Ohren steckte und zu seinem Sklaven ihn fragte ist der Ton noch da wenn er nein sagte fuhr er sofort bis er ihm sagte er ist weg dann sagte er radiyallahu anhu genauso zu zaij den profeet sallallahu allaih wasallam esmachan قال رحمه الله تعالى وإياكما والشطرنج والنرد فإنه شغل البطالين ومحاولة المترفين يفسد العمر ويشغل عن الفرق ويجب أن يكون عمركما أعز عليكما وأفضل عندكما من أن تقطعاه بمثل هذه السخافات التي لا تجديه وتفسداه بهذه الحماقات التي تضر وتعديه اللعب بالنرد محرم بإجماع العلماء وقد جاء فيه نص صحيح صريح في صحيح مسلم من لعب بالنرد شير يقال له النرد ويقال له النرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه هكذا في صحيح مسلم وجاء كذلك عند أحمد في المسند وعند ابن ماجة وعند أبي داود وعند مالك أيضا في الموطأ من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله وجمع من أهل العلم نقلوا الاتفاق على حرمة النرد النرد هي اللعبة المشهورة التي يلعبون بها في مصر لعبة الطاولة هذه التي فيها الزهر ويرمونه ثم يحركون الأخشاب هذه هي النرد تسمى الطاولة هذه محرمة شغل البطالين كما قال المؤلف والعلماء ذكروا أيضا أن الشطرنج أشد من النرد وهذا قاله ابن عمر كما عند البيهق في سننه بسند صحيح أو بسند حسن قال الشطرنج أشد من النرد ولهذا الصحابة كانوا إذا وجدوا هذه الألعاب يكسرونها كما جاء عن عائشة وجمع من الصحابة وذكر هذا الآجري الآجري رحمه الله توفي سنة ستين وثلاثمائة عنده كتاب نفيس تحريم النرد والشطرنج والملاهي وهو مطبوع هذا الكتاب وابن القيم في كتابه الفروسية لما ذكر الشطرنج قال المفاسد التي في الشطرنج أضعاف أضعاف ما في النرد والنرد قد جاء في صحيح مسلم النهي عنه ولهذا علي بن أبي طالب مر على قومهم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وحسن هذا الأثر شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم فكلا اللعبتين محرمتان ولا يجوز المسلم أن يفعل شيئا من ذلك بل يحطمها بل ذكر الآجري في كتابه الذي أشرنا إليه آنفا أن الصحابة لو أرادوا أن يؤجروا منزلًا أو بيتًا وعلموا أن هذا الرجل عنده نرد أو شطرنج قال كانوا لا يؤجرون له البيت بسبب هذه الملاهي والمحرمات نعم نعم ثم نعم نعم ثم قال يضبع جدت من هذه المزيدة يجعل المزيدًا ساعدت الحديث ذلك الحديث 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 الوصحيان المزيد الزرحة الهدان حدث استخدت رضح الحديث اسح theCUBE عندما فإن المزيد ساعدة ساعدت وفي هذا الاني جنب اللهم الله وزانه صلى الله عليه وسلم والله وزانه صلى الله عليه وسلم لكل ما يشتريه وما يشتريه ويشتريه المشاهد المشاهدين أنه أكثر من أجل الله المترجم للقناة 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 اللاحث الناس يعني الناس تهتدي بها في الطرقات وعلامات وبالنجم هم يهتدون وذكر المؤلف أيضا قول الله عز وجل لتعلموا عدد السنين والحساب إذن خلقت لهذه ثلاثة الأمور الله أن إنسانا جاء وقال أنا منجم والتنجيم كفر وشرك بالله يأتي إلى الأحوال هذه النجوم والكواكب ويستدل بها على حوادث ونوازل في الأرض أحوال فلكية نجوم شمس قمر كواكب يستدل بها على أمور تحصل في الأرض سيحصل كذا وكذا في عام كذا وسيحصل غدا كذا وكذا هذا شرك بالله لأنه ادعاع الملغيب ومثله الكهانة يزعم أنه يعلم الغيب فيرسل الجن فتسترق له السمع فيقول أيضا سيحصل كذا وكذا ويزيد فيها مئة كذبة وهذا من الشرك والكفر ومثله أيضا السحر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اقتبس علما من النجوم يعني ما ذكرناه وهو التنجيم فقد اقتبس شعبة من السحر كما عند أحمد وعند أبي داود والسحر كفر وشرك لأن الساحر يستعين بالجن فيسجد لهم ويعبدهم من دون الله حتى يطيعوه في أذية الناس وفي الفساد الذي يحصل في الأرض ومثله أيضا ما يحصل من قراءة الكف تذهب إلى امرأة أو إلى رجل فيأخذ كفك فيقرأ فيه ويقول أنت كذا وكذا وهذا كذلك كل هذا من ادعاء الغيب ومن ادعى الغيب أو زعم أنه يعلم الغيب فهو كافر بالله العظيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولما يأتي أولئك عند الحوض يقول أصحابي أصحابي يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك لو كان يعلم الغيب ما قال أصيحابي أصيحابي وكذلك أيضا ما يتعلق بالتطير التشاؤم يخرج في الصباح فيسمع اسما لا يعجبه فيصده يقول لن أسافر لن أعمل لأني سمعت شيئا ما عجبني أو حركة ما أعجبته هذا التشاؤم لا يجوز وهو من الشرك كل هذا حرام وشرك وكفر وكل هذا يخرج من دائرة الإسلام وأيضا ما يتعلق بما يسمى بحروف أبا جاد بعض الكهان تذهب إليه فيأتي بالحروف وكل حرف له قدر معلوم ثم يسألك عن اسمك واسم أمك ثم يأخذ هذه الأحرف ويدخلها في شيء ثم يقول لك أنت من السعداء أنت من التعساء يحصل لك كذا كل هذا الدعاء الملغيب وهو شرك بالله العظيم فالمؤلف أحسن وأجاد وأفاد بين أن هذه النجوم والكواكب إنما هي للإهتداء وزينة للسماء ورجوم للشياطين كما أخبر سبحانه وتعالى وفي هذا القدر كفايا وصلا الله على محمد وعلى آله وصحبه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لجربة الأفكار المترجم للقناة ومن قلت إجابة العموات المقربة لتعلم درجة العام ورحضة الانتظار الله صحيح أقوم بها وركض المعارسة في ذلك المعارسة للمعارسة المعارسة تشيخ حفيد الله ساعت أقوم بأن كانت در أحضر den ersten Teil dieses Ratschlags mit dem beendete was die Sterne und die Wahrsagerei betrifft was die Sterne und die Planeten anbelangt so hat Allah subhanahu wa ta'ala sie aus drei Dingen erschaffen und zwar machte Allah sie zum Schmuck des Himmels und zu dem mit dem die Schayatin beworfen werden und er machte sie zugrund der Leitung des Weges auf der Reise und ebenfalls wie Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat um die Anzahl der Jahre und das Berechnen zu erlernen derjenige aber der mit etwas anderem kommt als dem und behauptet durch die Konstellationen der Sterne oder die Bewegung der Sterne das herausfinden zu können was auf der Erde geschieht so ist dies Beigesellung dies ist Schirk und es ist Unglaube genauso wie die Wahrsagerei der Wahrsager der mit dem Djinn zusammenarbeitet die Djinn steigen empor und stehlen von 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 den Aussagen die sie von den Engeln hören und danach kommt diese Aussage zu dem Wahrsager und er erdichtet und er erfindet dazu noch hundert weitere andere Lügen und erzählt sie dann den Menschen das ist der Wahrsager und genauso die Magie genauso die Magie und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte derjenige der von dem der einen Teil von dem Wissen der Sterne nimmt der nimmt von einem Zweig der Magie und damit ist diese Art des Wissens gemeint und denn dieses Wissen ist Unglaube und diese Behauptungen sind sind Beigesellung und genauso das Lesen aus der Hand all dies ist von Behaupten des Verborgenen Wissens und das ist Unglaube Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß sag niemand kennt das Verborgene in den Himmeln und auf der Erde außer Allah sogar der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kannte das Verborgene nicht und es heißt sinngemäß im Koran und wenn ich das Verborgene wüsste dann hätte mich das Übel nicht getroffen und ich hätte vom Guten noch vermehrt bekommen und ebenfalls wurde überliefert dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam am Yom al-Qiyama wenn er an seinem Becken steht sagen wird meine Gefährten meine Gefährten wenn die Engel sie vertreiben von seinem Becken die Engel werden sagen du weißt nicht was sie nach dir eingeführt oder verändert haben das heißt er wusste und er kannte das Verborgene nicht sallallahu alaihi wa sallam und genauso ist es mit dem Glauben an Omen wie zum Beispiel jemand geht aus dem Haus und danach er hat eigentlich etwas vorzutun doch er hört etwas was ihn stört oder sieht etwas was ihn stört worauf er sein Vorhaben ändert und das nicht tut all dies ist Haram und Unglaube und genauso mit den Buchstaben von Abadjad wie das die Wahrsager machen so dass sie sagen jeder Buchstabe hat eine Bedeutung und dann fragt er wie heißt du wie heißt deine Mutter und so weiter und dann mischt er diese Buchstaben und liest dann daraus das was ihn in seinem Leben treffen wird und wie sein Leben verlaufen wird und ob er von den Glückseligen sein wird oder von den Elenden und so weiter und dies alles ist Unglaube und Beigesellung und der Autor rahimuhullah traf traf es als er gesagt hat dass derjenige der mit den anhand der Sterne urteilt und die Wahrsagerei ausübt und daran glaubt dass er damit aus der Religion heraustritt und somit zu der Allgemeinheit der Abtrünnigen gehört und somit haben wir den ersten Teil dieses gewaltigen Ratschlages von El-Baji rahimuhullah beendet und begnügen uns damit قد ذكرت في كثير من اللقاءات أني لا أحب أن أتكلم في هذه الأمور وإذا تكلمت أختصر وكلكم يعرف الشيخ عبيد رحمه الله كان من العلماء العاملين صاحب سنة يعمل ويفعل بما يقول وكان ناصحا صادقا في نصحه وكان من أهم صفاته التي اشتهر بها أنه لا تأخذه في الله لوم تلائم إذا رأى الحق عرفه ينشره ويذكره وإذا رأى الباطل حذر منه ولو قال به من قال وكان يفرح شد الفرح إذا رجع المخطئ عن خطائه ويشتد فرحه بذلك ويتألم إذا رأى الرجل أصر على باطله أما هو فنشأته نشأة علمية من صغره وهو في العلم حفظ القرآن ودرس على الأشياخ وحفظ كثير من السنة وهو رجل ضرير كما تعرفون العلم عنده بالسماء أخذ الله سبحانه وتعالى حبيبتيه وهو في الصغر ولم يكن هذا سببا في ترك العلم اشتغل بالعلم إلى أن جاءته المنية وهو يكتب ويصنف والحمد لله عنده عشرات المؤلفات ومؤلف من مؤلفاته هو الآن تحت الطبع سيخرج في عشرين مجلد كتاب نفيس وكبير وهو شرح لمختصر صحيح مسلم للمنذري والشيخ رحمه الله علم طلابه السنة والغيرة وعلمهم العفاف وحقيقة كان متواضعا جدا مع الناس ومع طلابه تواضع لا نظير له وكان إذا وقع في الخطأ وهو بشر ونبه لا يمنعه ذلك أن يعلن أمام الملأ أمام العالم أنه أخطى في المسألة الفلانية وينشر هذه الصوتية لا سيما إذا تحقق أن هذا الأمر الذي قاله خطأ لا يقول اترك هذا ونمشي الأمور أبدا كان وأعرف بعض المسائل التي وقعت من الشيخ كان على طول يقول هات المحمول سجل فنسجل ثم ينشر هذا الخطأ ومن أهم صفاته التي عرف بها كان نصورا إذا رأى رجلا مظلوما أو رجل افتري عليه ينصره ويزكي ويثني عليه ويدافع عنه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له في الحقيقة خسارة هذا الرجل كانت خسارة على العالم الإسلامي كله أسيما لمن عرفه عن قرب أسأل الله أن يتجاوز عنه وأن يرحمه منزلته مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين سأل الله أن يتجاوز عنه من خسارة في الحقيقة ليس على ذلك اللهم عن ذلك لأن كل أحد معنا وعنى الشيخ مبيت رحمه الله أخيه من ذلك الذين كانوا يتعبون أخيه من ذلك وابثت أن يحببه تقريبه وابثت أن يحببه وابثت أن يحببه لا تتاتل من قبل النمائم ورحمت كما كان هام التحدث كما كانت الویر در حالة تبرص ان تحرم منها وبرصان وحامت محرم منها أهل رحمت وبرصانت وادراني ودرستث كما كان الناس لا أعلم شكراً شكراً ان تحرم الكثيراً تحرم الكثيراً وامتال وكانت North تحرم wenn die Leute auf dem Falschen beharrten. Er lehrte den Koran in frühen Jahren auswendig und studierte bei den Gelehrten. Und es ist bekannt, dass der Sheikh, rahimahullah, blind war. Er erblindete in jungen Jahren, doch dies liess ihn nicht am Lernen des Wissens, hinderte ihn nicht am Erlernen des Wissens. und er hat viele Werke geschrieben Dutzende von Werken geschrieben und eines der gewaltigsten Werke welche inshallah bald gedruckt werden ist die Erklärung von der Zusammenfassung von Al-Mundiri von Sahih Muslim Rahimahumullah Der Sheikh Rahimahumullah war war eifersüchtig für die Religion er war enthaltsam und er war mit jedem Menschen bescheiden mit den normalen Muslimen und mit den Studenten und wenn er einen Fehler begangen hatte und dann darauf aufmerksam gemacht wurde zögerte er nicht diesen Fehler in der Öffentlichkeit wieder zu korrigieren und vor den Leuten und dies zu verbreiten er sagte nicht einfach lass das ist schon gut ist nicht so schlimm nein wenn er wusste dass er einen Fehler begangen hatte sagte er sofort hol das Telefon und nahm es auf und es wurde verbreitet und er war dafür bekannt dass er denen half denen Unrecht angetan wurde und sie verteidigte so bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala dass er sich ihm erbarmt und ihm vergibt und seine Stellung im Paradies erhöht denn wahrlich ist der Verlust von Cheikh Ubeyde Al-Jabiri rahimahullah ein gewaltiger Verlust für diese Ummah Barakallahu lautete ich schwor eines Abends nicht zu schlafen bis ich Surat Al-Baqarah zu Ende lese doch der Schlaf überwältigte mich und ich schlief ein der Cheikh sagte mach die Sühneleistung für den Schwur weil du ihn nicht gehalten hast dass du entweder zehn Arme speist oder zehn Arme einkleidest und wenn du dazu nicht in der Lage bist dass du drei Tage fastest ist die Frage lautet ist es erlaubt dass der Muslim sich hochmütig verhält mit seinem Islam gegenüber den Nichtmuslimen der Cheikh sagte nein es ist nicht erlaubt hochmütig zu sein auch nicht gegenüber den Nichtmuslimen nifrallahu bikum yقول السائل في السؤال الرابع كيف نرد على من يزهد الناس في الهجرة إلى بلاد المسلمين بدعوى انتشار الفساد فيها في ماذا انتشار الفساد فين وبلاد الكفار ايش فيها مجنون هذا ما هو صادق لا تصدق أمثال هؤلاء ما هم ناصحين هؤلاء كلامه يدل على تناقضه بلاد الإسلام يرفع الأذان وتذبع الذبيح وتقول التوحيد وتنشر وتظهر الشعائر أين هذا في بلاد الكفار هذا يكذب نعم الانتشار كيف يدعوى كيف يدعوى الذين يهم الذي يجب المستوى ت resolution العاشر من يدعوى ليuz نعم أن نعم أن يقول أن يدعوى في مسلمين أن هناك سيكون من سيكون شكريا فعبد إلى المسلمين لو سيكون في هسلمين سيكون الانتشار يدعوى هناك أسماء لا يدعوى أن ذلك يدعوى الذي قال بارك الله فيكم في مسجد الحي إمام لا يحسن قراءة الفاتحة فيقلب العين ألفا يقرأ عليهم أليهم فهل تجود الصلاة خلفه أم لا إبدال حرف بحرف العلماء يرونه أنه يبطل للصلاة ويعدونه من اللحن الجلي فلابد أن يعلم هذا الرجل أو يتأخر ويتقدم من يحسن لكن لو لم يوجد إلا هو لا يوجد من يحسن قراءة كلهم جهال مثلا وهذا نادر أو قليل فنقول من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لأن هذا هو الموجود لا يوجد من يحسن قراءة الفاتحة لا يوجد من يحسن قراءة الفاتحة في نفسه يوجد من يحسن قراءة الفاتحة لا 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 يوجد من يحسن قراءة الفاتحة يقول صاحبه ما حكم وضع شاشة خلف الإمام وهو يخطب يوم الجمعة تعرض فيها الترجمة للخطبة لمن لا يحسن العربية ومن الذي يترجب؟ كتابة من الذي يكتب؟ ما في أحد موجود؟ لا بأس إذا قرأ الناس ما يقوله الإمام والشاشة أمامهم وهم ينصتون لا بأس السؤال السؤال السابع هذا قال إذا قررت الهجرة وعدت إلى هذه بلاد من أجل التجارة فقط ولكن الجمارك عندنا تطالب بتفعي مبلغ من المال لكي تخرج البطاعة هل يعد هذا رشوة؟ لا لا تعود لهذه البلاد إيش الذي رجعك؟ لا ترجع لا تعود إلى المكان الذي هاجرت منه إلا للضرورة القصوى أما تجارة أرض الله واسعة تهاجر في غير هذه البلد لأن الرجل إذا هاجر لا يجوز له أن يعود إلى المكان الذي هاجر منه حتى لو فتح هذا المكان مكة فتحت وصارت بلاد مسلمين وقال لا هجرة بعد الفتح مع ذلك ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بقية في المدينة ومات في المدينة فالمكان الذي تهاجر منه لا تعود إليه لا تعود إليه الذها الفول عنده orno France لو أنني من من conserve وأphant لأنني من من د Fur childish جربي في المكان، وأصبح صنات لللبية منكة من تأشعب من فتحت لأن Celine عنâ بنت من أهم وأطع لأنني فعل هذا من الأبيست كيف تري agد السيد البعي في التربية من المكان الذي لديه وأنا كانت هو الفترة وبالقى لم يرى لا يجب أن تدرك أن يؤثر من البند أخرى في الماكون البدأ من قرار لو كان هذا السنع تدرك طعوصا سيطلب طبعا والم Kabقانة هو الرسال الله ويطلب من قبل ويطلب من قبل ولكنه يبدو لمسطريا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنفقوه في الخير لماذا تخبونه إلى متى يدور عليه الحول والحولين لماذا دفع الناس هذا المال ما الفائدة حتى يبقى في البنك لا يجوز المال الذي يأتيكم أنفقوه وعجلوا في ذلك الفقر موجود الحاجة موجودة الناس تحتاج المساجد نحتاج مساجد فهذا خطأ وتتحملون أنتم الإثم وأخشا أن توصفون بالخيانة فاتقوا الله في أنفسكم وأصلحوا هذا الخطأ الفاهش ترجمة نانسي قنقر سوصفون بالخلف وشألوا أنميز فنانسي قنقر من المال من المال سأتي تماما؟ يجب فيه أنت نعم المال من المال وشأت شعور يجب ألم dى قطر هذاات why إيره يجب تفهم لأنه وزال 3 مهدا أن يجب 180 هım ووو المترجم للقناة 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 لا لا يجز والأحادث التي وردت ضعيفة في المسا فليس من السنة هذا المسا Die Frage lautete Ist es erlaubt über das Gesicht zu streichen nach dem Dua nach dem Bittgebet Der Sheik sagte nein das ist nicht erlaubt denn die Hadith die diesbezüglich überliefert wurden sind schwach بارك الله فيكم السؤال الحدي عشر هل تعتبر مبادرة سيارة بسيارة او منزل بمنزل مع زيادة مالية لان احدهما لا يسوي الثاني في القيمة هل هذه معاملة جائزة جائزة نعم لا بأس هي ليست من الربويات قد قلنا لكم الربويات على قسمين ما كان من المثمنات وما كان من المطعمات اما السيارات السيارات والجوالات هل كلها لا بأس Die Frage lautet ist es erlaubt wenn man ein Auto mit einem Auto tauscht oder ein Haus mit einem Haus dass man dazu noch mehr zahlt oder ob das vom Zins ist von Riba Der Sheik sagte nein das ist nicht von Riba denn wir erwähnten dass die die Dinge in denen die die Zinsen sind oder Riba enthalten ist diese sechs Dinge sind die wir erwähnt haben und teilten sie in zwei Kategorien bezüglich dem Wert und dem der Nahrung die man aufbewahrt die Frage lautet was ist der Das ist يسأل عن أسباب إذهاب الشرود والتكاسل في قيام الليل وأن أسباب الخشوع في الصلاة قيام الليل عبادة عظيمة وهي الصلاة التي كان يحافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه لو نام عنها أو مرض يصليها من النهار 12 ركعة وأنت اعمل بالأسباب إذا نام الإنسان مبكرا يستطيع أن يقوم قبل صلاة الفجر يصلي ويتوضأ ويقرأ القرآن ويدعو ربه ففعل بالأسباب التي تمكنك من هذه العبادة الإنسان إذا تذكر الآخرة تذكر النار تذكر الموت وتذكر أن هذه الدنيا متاع وما أنا إلا كراكب استضل تحت شجرة راح وتركها ولن ينفعه يوم القيامة إلا عمله لو تذكر هذه الأمور سيكون هذا دافعا لأن يقوم الليل يصوم النهار يقرأ القرآن يبكر في صلواته لكن لو أن الذهن مشغول بالدنيا والمال وكيف يجمع المال أن يلتفت لا إلى قيام ولا إلى صيام فأنت أعمل بالأسباب تذكر هذه الأمور نم مبكرا ادعو الله أن يثبتك وأن يقويك على العبادات وأن يكون في إدر الله موافق ومعان ومسدد نعم تذكر هذه الأمور تذكر هذه الأمور che تذهب إلى تحمل يذكرنا إلى الفي وسruk إلى جديد وأيًاрок ومع لا تنفعو west هذا سيء إلىvaluation إلى doin вещ genetics إلى هذا المساعد وده آ Rogue وإلى applying in a night لكن da subsidiانكم وhomme على سcriptة ت Lust halig 우리 مجلس لإمكانك ولم يرى أنك تريد التحميل ويجعل أكثر، أنت تستيقليين وراد أن يسبب هذه الإستراتي النتاة مكتبه تقول لنا أخبر وأن تجب أن تسلقم ودع الله تعالى أن تاعد وأراض وقبل الله سبعه وMRكتـ وقال الله تعالى على سؤال الرابع عشر با الله هل يجب على المرأة أن تكشف عن جبينها أو جميع جبينها عند المسح فوق الحجاب عند المسح الخمار لا الجبين من الوجه ما علاقته الجبين هذا الذي هنا هذا من الوجه وهذا يغسل فليس له علاقة بالمسح تغسله عند الوجه هي كذلك يعني مقدمة الرأس من فوق تمسح لا بأس وعلى باقي الخمار وإن كانت لبسة الخمار جيدا تمسح على الخمار أما الجبين هذا من الوجه والوجه يغسل المسح الخمار يغسل على المسح الخمار في المسح الخمار يغسل على المسح الخمار ويغسل على المسح الخمار ويغسل على المسح الخمار ويغسل على المسح الخمار بوصية مني وزوجي هم فقط يلعبون معه حتى نأتي لنأخده وجزاكم الله خيرا لا بأس إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال لا بأس إلا إذا كانوا يعطونه شيئا محرراما أو يعطونه شيئا من العقائد الباطلة فهذا لا يجوز أن تبقي الوالد معهم المسح الخمار ألا يغسل على المسح الخمار اتهاً ما الوالد مع length أعطان عن ذلك هذا السؤال يقول أن بعض الناس من أصحاب اللحاء وأصحاب اللباس الخاصر الذين يؤدون السلاح ويصومون ويزكون ويحجون ويسمعن الخطعب والدروس ولكن هذه الأعمال لم تنفعهم ولم تنههم عما يعملون من كذب وحقب وبعض الشباب قد انحرفوا بسبب أعمالهم وأخلاقهم السيئة وأعمالهم الحقيرة والعمل بدون تطبيق لا فائدة منه وبعض الناس نفروا وهربوا من الصلاة ومن دخول المسجد بسبب هؤلاء الناس نحن لا ننكر أنه قد يوجد هذا الصنف لكن مثل هذا التعميم في السؤال هذا غلط الذي يقرأ السؤال وكأنها تعمم السائل أو السائلة يقال نعم يوجد من أخلاقه سيئة وينفر الناس والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من هذا إن منكم منفرين فهؤلاء يصبر عليهم وينصحون أو أن نتقي شرهم فندارهم مدارة لأن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه ولمما دخل ذلكم الرجل قال بإسا أخل عشيرته فلمما دخل هشة وبشة في وجهه فسألت عائشة فقال لها إننا من أشار الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه أشار الناس منزلة عند الله منزلة عند الله منزلة عند الله منزلة منزلة عند الله منزلة عند الله منزلة طالب علم طالب علم طالب علم المترجم للقناة هذا السؤال تاسع عشر أخشى أنكم أنتم تملوا مني هذا السؤال فيه يعني بارك الله فيك بما تنصحني أريد الهجرة إلى المغرب لكن لي بنت كانت مريضة شفية والحمد لله ولكن يلزمها في السنة فحوصات أو مرتين في السنة فحوصات في المتشفى لكن التكاليف في المغرب باهضة قد قلنا باب الضرورة لا بأس إذا اضطر الإنسان للعلاج وجاء هنا لمدة يسيرة للعلاج ورجع لا بأس إن شاء الله وسبحان الله الإنسان قد يخلو بربه ويدعو بدعوة صادقة فيستقيب الله دعاءه ويرفع هذا المرض عن ابنته فنسأل الله أن يشفيها ويعافيها هل يجوز لي جمع الصلاة مثلاً الظهر والعصر بسبب العمل؟ لا لا يجوز لك وستفعل هذا كل يوم في العمل الصلاة تجمع عند الحرج ليس من أجل جمع المال الحرج الشديد لا بأس وعندنا نسوس ورادت في المطر والسفر والخوف كما قال ابن عباس جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر نعم الصلاة سير أسهل الأل في شعشي المنزيف منذ السكن الزمان الانسير وانت هذا الوستعد فم يريم Cook فشل الأل فقوه السؤال ما قبل الأخير أحسن الله إليكم يقول السائل علي هموم عندي هموم وعلي ديون كثيرة فما هو الدعاء الذي يخرجوني من الهموم ويقضي عني الديون نسأل الله أن يفرج عنك همومك وأن يقضي عنك ديونك والدعاء ادعو الله ادعو يا رب اقضي عني ديوني ولا تنسى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء ما يدل في الحديث الحسن أن من أسباب قضاء الديون الاكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإذا دعوت وخلوت بربك في أوقات الإجابة في الثرة الأخير في السجود عند نزول المطر في السفر بين الأذان والإقامة احرص على هذه الأوقات فلو دعوت ادعو بخشوع وأنت متوضع استقبل القبلة وقدم دعاءك بالثناء على الله وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسيقضي الله عنك ديونك وليكن هناك إحسان ظن بالله أحسنوا الظن بربكم نعم هذا سؤال جاء الآن سانسائل هو قطع مسافة طويلة يطرحي السؤال سانسائل هو قطع مسافة طويلة يطرحي السؤال وأهل على المطرح في مسافة طويلة راضية وليكن دعاء الدنيا والانسائل هو القطعğin und den Segens und Friedens und Lobensgruß für den Propheten sallallahu alaihi wassallam zu sprechen denn dies ist ein Grund dass die Sorgen weggehen und die Schulden weggenommen werden bitte deinen Herrn in den Zeiten in denen dir das Bittgebet erhöht werden im letzten Drittel der Nacht wenn es regnet wenn du auf der Reise bist im Sujud ترجمة نانسي قبل كيف عرفت أنه من الجن طيب لا تخف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الأمر يسير جدا نقول لهذه الأخت اقرأ البقرة كل يوم اشتهدي في هذا الأذكار حافظي عليها أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ ودخول الخلاة والخروج من البيت أذكار كثيرة حافظي عليها ولو تأخذ كتابا صغيرا إذا كانت لا تحفظ هذه الأذكار مثل حسن المسلم تقرأ منها الأذكار والرقية ترقي نفسها وأعظم الأسباب أيضا الدعاء يعني أمر الجن هو ضعيف وهزين ويخاف وكما قال الله وكان كيد الشيطان ضعيفا فإذا كان ضعيفا وإذا استعدت بالله يفر وينفر كونه دخل بسحر أو بعين أو بغيره أيضا الأمر يسير لكن الإشكال أن المريض لا يكون عنده عزم على علاج نفسه ينتظر من سيرقيه جذول الرقاة ويظن أنه بجلسة أو جلزتين سيطلع هذا الجن أو هذا المسلم غير صحيح علق قلبك بالله استعن به لا تعجز افعل بالأسباب الشرعية وأهم هذه الأسباب قراءة البقرة والدعاء وانظر إلى شهر شهرين ثلاثة انظر كيف ستتحسن وستكون حالتك أحسن ما يكون وقد أشرفنا على كثير من الحالات بهذه النصائح استجابوا واستفادوا والذين ما استجابوا تعبوا واشتدت حالتهم سوءا حتى إن بعضهم صار مقعدا لأنه جعل للشيطان عليه سبيلا الشيطان إذا تركت القرآن يلعب بالقسد لعبا يطلع وينزل ويقتل يستطيع أن يقتلك لأنك أنت تركت له مجالا لكن اقرأ وادعو وتقرب إلى الله ولجأ إلى الله سيشفيك الله عز وجل نعم هذا الأخير كذلك المرأة إذا قال هو في السؤال هكذا قال هذه حالة قد تكون فقط لفترة معينة يعني أخوها أو الراقي يقول له لا تخف هذه مدة معينة وسترجع كما كانت ماذا تفعل أنت في هذه الحالة مدام أنها الآن لا تتكلم اقرأ فقط لا تفعل شيء إلا القرأة اقرأ 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 ستتبور عليك أيام قليلا وستتفق من هذا الإغماء Editor Die Frage lautete meiner Schwester wurde von Djinn befallen sie kann weder sprechen noch sich bewegen was sollen wir tun der Cheikh sagte woher weißt du dass es Djinn sind wie dem auch sei fürchte dich nicht die Angelegenheit ist leicht sie soll jeden Tag الإصرحات المصرحة سورة البقرة يحمل أكثر يحل المصرحات سنة أقرحين سنة أخذائض سنة أخذauen سنة أعلاقية يهل الأسفل الضحة يجن أن يشجد أن يشجد أن يشجد أن يشجد أن يكون الله لهم لذلك التعامل من الشيطان سنة أكثر لذلك اللهم هل تكلمون المصرحة وليصانية أن حتى يبدأ�� جنب في الجن من خطر أو ذلك هذا هو لغة هذا يمكنني أن المخصصص من الدولة كان يكون الذين المقصصص لغة نسلسل لغة نسلسل لغة انكي تحببال عدد الله حاليا يحفل تحج لغة أتبعى كل يوم السورة العبقرة أنا فأنا ذهبنا سوف يمميزه سوف يذهب إلى الجنب ومع الى المدرعات ويتم جنبه حتيت وماذا ، سيطات سيكون يمحب المدد ي يمحب البداية نحن يقول أيضاً أيضاً أقل شخص للشخص سيطات اصاب إنه لا يمكن نفع الله بكم مسك الختام السؤال يقول صاحبه اذا اوصل امام الباجي ولديه بهذه الوصائل العظيمة فبما توصي انت اولادك واخوانك ممن حضر هذه الدورة او ممن تابعنا عبر الاذاعة بارك الله اوصيهم بهذه الوصائل التي ذكرها الباجي وهي وصائل عظيمة جدا في التوحيد وفي اركان الاسلام وفي العبادات والاخلاق واوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى واوصيهم بمراقبته في السر والعلم كما اوصي كل من حضر هذه الدورة ان يحافظ على الالفة والمحبة والاجتماع مع المصلين ومع اخوانه في هذا المسجد وغيره فلابد ان يتعاون اهل السنة واهل الخير من المصلين والمسلمين وكما اوصيهم ايضا وما زلت اوصي وقد كررت هذا كثيرا ما يتعلق بالهجرة من استطاع ان يهاجر لا يبقى في هذه البلد يشتهد ويعزم امره من الان ويهاجر الى بلاد المسلمين وسيجد ان شاء الله الخير الكثير والفقر ليس عيبا اياك ان تخاف من الفقر او تخشى الفقر ليس عيبا بل ان الجنة اكثر اهلها هم الضعفاء والفقراء والمساكين كما جاء في الصحيحين فاحرص اشد الحرص ان تفر بدينك فاخشى على اولادك واخشى على زوجتك واهلك من ان يقع هذا الدمار الذي يقع بكثير من المسلمين اذا ذهب الاولاد وضاعوا الاولاد هذه المسؤولية انت تتحملها يوم القيامة لانها امانة ومسؤولية في عنقك واذا لصب الله عز وجل الصراط يوم القيامة تقوم الامانة وتتكلم وتقول هذا مقام العائد بك يا رب والامانة هي كل ما استأمنك الله عليه ومن ذلك اولادك واهلك وصلاتك وعبادتك وتوحيدك كل هذه امانة فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا مسددين وموفقين ومعانين ولا شك ان هذه الدورة شرحت صدورنا الاقبال كبير ولله الحمد وارى ما شاء الله من الالتزام والانتباه والمتابعة والحرص والكتابة عن الفوائد وهذا اندلدل على الخير واشكر القائمين في الحقيقة على هذه الدورة اخوة الفضلاء الكرماء الذين اكرمونا وهيأوا هذه الامور ونسقوا ورتبوا اشكرهم شكرا كثيرا لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس وهذا هو الختام فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في الجهود وان يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا وصلا الله على محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشكرهم شكرا كثيرا لأن الحمد لله رب العالمين إذن نتعلم أن أعطيناناه يجب أن أسيخ أن يتخلق أيها في تجاهل هذا المناطق يقول لحفظة الله أحيان أعطيك أن أعطيك شيء أيضًا أن أعطيك أعطيك الزوحيد وفضل الإسلام وأعطيك أن أعطيك أعساً أعابة أعلمسك ويأتي أنه وأنه أنه بلعب تغير يعني أعبابن وأعباً وأنه أنه سيداً أنه أنه النبو كيلو وأنه بيس ما ترجم أنه متماعه وأنه الوصول يسسسسنين من ان يحتاج للجهة يسسسسنين ونقرجم حبيوان يسسسسنين ونقرجة أنت لاárسة أمير هم العامل والعامل والعامل الحقيقي so wie der Prophet صلى الله عليه وسلم dies gesagt hat fürchte dich um deine Kinder und um deine Angehörigen und deine Familie wenn die Kinder gehen und uns weggenommen werden und in die Irre gehen dann bist du es der die Verantwortung dafür trägt der die Verantwortung dafür trägt so bitten wir Allah dass er uns alle zu dem unterstützt was er liebt und mit dem er zufrieden ist und in Wirklichkeit haben diese Seminare uns sehr gefreut wir sehen die die Bestrebtheit und dass die Leute mitschreiben und lernen und so eine große Anzahl der Anwesenden und wir bedanken uns bei denen die dieses Seminar organisiert haben die diese groß den großzügigen denen die sich die das alles organisiert haben und sich dafür angestrengt haben denn derjenige der den Leuten nicht dankt der dankt auch nicht Allah subhanahu wa ta'ala und wir bitten Allah dass er dieses Bemühen segnet und es in der Waagschale unsere guten Taten schwer sein lässt am Jaum Al-Qiyama Allah subhanahu wa ta'ala und da'ala 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 8 10 10 10 11 14 17 14